في سورة البقرة الآية الأولى من الحروف المقطعة ألف لام ميم تقرأ هكذا ألف لام الألف ست حركات والميم مع الميم غنى بمقدار حركتين والياء هنا كذلك ست حركات هنا مد لازم حرفي مثقل وهنا مد لازم حرفي مخفف التفاصيل شرحناها في باب المدود في قوائم التشغيل إذن هنا نقول ألف لام ميم والآن مع سورة آل عمرون والآية الأولى من الحروف المقطعة ألف لام ميم كما قلنا في البقرة تقرأ بأسمائها ألف لام ميم ثم نبدأ بالآية الثانية الله لا إله إلا هو الحي القيوم أما إن أردنا وصل الآيتين فهي تقرأ بوجهين أولا عند الوصل تسقط همزة الوصل في اسم الجلالة الله فيلتقي ساكنان الأول هو الميم الساكن من هجاء ميم والثاني هو اللام الساكن من المشددة في اسم الجلالة فتحرك الميم بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين أما الياء إما أن تمد ست حركات على أصلها أنها كانت مد لازم دون أن يعتد بالفتحة العارضة فتقرأ هكذا ميم الله أو تمد بالمقدار الطبيعي حركتين لأن الميم لم تعد ساكنة فأصبحت الياء كالمد الطبيعي فتقرأ ميم الله ميم الله والآن مع سورة الأعراف الآية الأولى من الحروف المقطعة ألف لام ميم صاد وكما نعلم الحروف المقطعة تقرأ بأسمائها لا بأصواتها اسم الحرف ألف ألف لا مد فيها لام فيها مد يمد هذا الألف ست حركات لزوما وميم كذلك فيها الياء حرف مد تمد ست حركات لزوما وبينهما الميم في الميم غنى بمقدار حركتين والصاب كذلك فيها حرف مد يمد ست حركات لزوما إذن الألف لا مد فيه أما اللام فيها مد والميم والصاد ولا ننسى قلقلة الدال الساكنة ألف لام ميم صاد والآن مع سورة يونس ألف لام را والحرف المقطعة تقرأ بأسمائها لا بأصواتها هذا الحرف اسمه ألف والثاني اسمه لام والثالث اسمه را وحرف الراء في اللغة يسمى را بدون همزة أو راء بالهمزة هذا الكلام مع جميع الحروف المهموزة تحدثنا عنها سابقا إذن في اللغة يصح أن أقول راء مهموزة ويصح أن أقول راء مقصورة بدون همزة أما في القرآن فلا تأتي إلا مقصورة بدون همزة فنقول راء راء وليست راء انتبهوا هذا خطأ إذن عند التلاوة هذه الحروف تقرأ بأسمائها نقول ألف لام مد لازم حرفي مخفف المد فيه ست حركات لزوما أما راء فالألف مد طبيعي يقرأ بحركتين فقط راء راء إذن نقول ألف لام راء والآن مع أبرز الكلمات في سورة الرعد ألف لا مد فيه لام ست حركات مد لازم ميم ست حركات مد لازم وبينهما الإضام حركتين وراء الألف مقدار حركتين ألف لا ميم راء والآن مع سورة مريم أول آية في السورة الحروف المقطعة كاف ها يا عين صاد كما نعلم تقرأ بأسمائها لا بأصواتها أولا لنتفق على مقادير المد كاف مد لازم حرفي مخفف ست حركات ها ما الطبيعي حركتين يا ما الطبيعي حركتين وكما قلنا الحروف المهموزة تسمى في اللغة بالهمز ها يا أو مقصورة بدون همز ها يا والذي أتى منها في القرآن خمسة حروف فقط جمعت فيه عبارة حي طهر أتت في الحروف المقطعة تقرأ بأسمائها بدون همز مقصورة ها يا أما عين فهي ليست مد لازم هي مد لين لأن الياء ليست مدية الياء ساكنة مسبوقة فتح يعني ياء لينة رواها حفص من طريق الشاطبية بالتوسط والطول أربع حركات أو ست حركات والطول هو المقدم ورواها من طيبة النشر بالقصر حركتين أو التوسط أو الطول وكما نعلم ضبط المصحف برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية إذن العين إما أربع حركات أو ست حركات لذلك رسم رمز المد الطويل على العين لأنها لن تقرأ بالقصر من طريق الشاطبية فهي إما بالتوسط أو بالطول والطول هو المقدم أما صاد فهي مد لازم حرفي مخفف ست حركات ولا ننسى بين النون والصاد إخفاء حقيقي والغنى مفخمة ووقفا على الدال هي ساكنة إذن فيها قلقلة إذن تقرأ هذه الحروف هكذا وسأقرأ في العين بالتوسط من طريق الشاطبية أو بالطيبة كافها يا عين صاد وبالستة حركات هكذا كافها يا عين صاد وبالحركتين من طيبة النشر هكذا كافها يا عين صاد والآن مع سورة طاها والآية الأولى من الحروف المقطعة الطاء والهاء قلنا في اللغة تسمى بالهمز أو بدون همز طاء أو طاء هاء أو هاء لكن في القرآن لا تأتي بالهمز أبدا لا تأتي مهموزة ولكن تأتي مقصورة فتقرأ بالمد الطبيعي طاء ألف مقداره حركتين هاء كذلك حركتين إذن نقول طاها طاها والآن مع سورة الشعراء وأول آية من الحروف المقطعة طا سين ميم وكما قلنا الحروف المقطعة تقرأ بأسمائها لا بأصواتها إذن ستقرأ هكذا طا سين ميم والآن مع سورة النمل وأول آية تبدأ بالحروف المقطعة طا سين كما مر معنا طا مد حركتين سين ست حركات طا سين والآن مع سورة القصص وأول آية من الحروف المقطعة مرت معنا هذه الحروف طا سين ميم وننتقل لسورة العنكبوت وأول آية بالحروف المقطعة ألف لام ميم ألف لام ميم والآن مع سورة ياسين وأول آية من الحروف المقطعة ياسين فتقرأ بأسمائها لا بأصواتها هذا الحرف اسمه يا وقلنا الحروف المهموزة تسمى في اللغة يا بدون همز مقصورة ويا بالهمز أما في القرآن لا تأتي إلا مقصورة بدون همز وأتى منها في القرآن خمسة حروف مجموعة في عبارة حي طهور الياء منهم فتقرأ يا يا أما السين كما نعلم يجاؤها على ثلاثة أحرف يا بالمد الطبيعي مقدار حركتين وسين الياء ست حركات لزوما فتقرأ هكذا يا سين طيب عند وصل الآية الأولى بالآية الثانية الآية الأولى تنتهي بنون ساكنة والثانية تبدأ بواو والواو من حروف الإضغام فهل ستضغم النون في الواو عند الوصل؟ من طريق الشاطبية لها الإظهار فقط طبعا هنا الحديث برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية تظهر النون الساكنة عند الواو فتقرأ هكذا يا سين والقرآن الحكيم أما عند الوصل من طريق طيبة النشر فيجوز فيها الوجهان الإظهار والإضغام فتقرأ عند الوصل بالإظهار كما قرأت الآن للشاطبية أما بالإضغام هكذا يا سين والقرآن الحكيم وكما قلنا المصحف ضبطة برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية إذن عند الوصل بين الآيتين تظهر النون الساكنة يا سين والقرآن الحكيم وننتقل لسورة صاد تبدأ بحرف من الحروف المقطعة صاد الألف ست حركات ولا ننسى القلقلة على الدال الساكنة صاد والقرآن ذي الذكر والآن مع سورة غافر وهي أول سورة من الحواميم السبعة وهي السور التي تبدأ بحاميم وعددها سبع سور هذه أول سورة منهم ويليها الست الباقية إذن أول آية من الحروف المقطعة حاميم حا كما قلنا من الحروف المهموزة في اللغة تسمى حاء مهموزة أو حاء مقصورة أما في القرآن لا تأتي إلا مقصورة على حرفين فقط يعني الألف مد طبيعي بمقدار حركتين أما ميم حرف المد يليه سكون أصلي إذن هو مد لازم حرف مخفف يمد ست حركات إذن تقرأ هكذا حاميم وهكذا ستقرأ في كل السور القادمة فصلة الشورى الزخرف الدخان الجاثية والأحقاف إضافة إلى سورة غافر والآن مع سورة الشورى وهي ثالث الحواميم وهي السبع سور التي تبدأ بالحروف المقطعة حاميم وكذلك هنا الآية الثانية من الحروف المقطعة عين سين قاف مرت معنا جميع هذه الحروف حاميم الحا مطبيعي حركتين ميم ست حركات أما عين اليأ فيها ليست مدية هي يأ لينة ساكنة مسبوقة في فتح فتمد من طريق الشاطبية بمقدار التوسط أربع حركات أو الطول ست حركات والطول هو المقدم أما من طيبة النشر تمد حركتين بالقصر أو أربع أو ست حركات وهي جاء عين يلحق بمد اللين وليس بالمد اللازم أما هي جاء سين فليأ تمد ست حركات لزوما وقاف كذلك أما النون الساكنة يليها سين يعني إخفاء حقيقي وكذلك هذه النون الساكنة يليها قاف يعني إخفاء حقيقي ولكن الفارق أن الغنة هنا مرققة لأن السين حرف مرقق أما هنا الغنة مفخمة لأن القاف حرف مفخم إذن سأقرأ الآن أولا بالقصر ثم التوسط ثم الطول فبالقصر مع العين وباقي المدود كما هي لا تتغير حميم عين سينقاف وبتوسط العين أربع حركات هكذا عين سينقاف وبالطول ستة حركات هكذا عين سينقاف وهنا يجب أن ننبه على أكبر خطأ شائع في حق هذه الحروف البعض يعتقد للأسف أن هذه الحروف تقرأ كلمة واحدة فيقولون عسقا أسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا من فضله ويؤتين من لدنه علما واسعا ليست عسقا ولكن عين سينقاف كما قرأناها الآن والآن مع سورة قاف وتبدأ كذلك بحرف من الحروف المقطعة وهو القاف مد لازم حرفي مخفف قاف والقرآن المجيد وننتقل لسورة القلم الآية الأولى تبدأ بحرف من الحرف المقطعة وهو حرف النون كما علمنا الحرف المقطعة تقرأ بأسمائها تمد الواو ستة حركات فتقرأ نون والقلم وما يسطرون تقرأ بأسمائها الضوء من الحرف المقطعة والقلم وما يسطرون